كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تحقيق نسبة نمو 9% في النصف الأول من العام المالي الجاري وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة الإسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن توقعات النمو من الربع الثالث والرابع يمكن أن يتجاوز 6% ليكون من أعلى معدلة النمو في العالم مشيرا إلى انخفاض معدلات البطالة عن الربع الأول متوسط نسبة نمو النصف الأول من العام اللي هما من أول شهر يوليو حتى ديسمبر هي 9% وده الحقيقة رقم طبعا الحمد لله بيوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتصارع عملية النمو اللي الحقيقة تحققت في خلال هذه الفترة وخلينا نتكلم طبعا إحنا لما بنقول هذه الأرقام هي بتبقى دايما بتقارن بالربع اللي قبله في العام اليلي اللي آسف اللي سبقه دي إحنا العام اللي قبله طبعا كنا كلنا عارفين أنه هو العام اللي كان العالم كله تأثر بجائحة كورونا وبالتالي يعني إحنا كنا بنتكلم أن نسبة النمو في النصف الأول من العام الماضي يعني زي بالزبط نفس المدة دي كان أقل من 2% فإحنا النهاردة بنتكلم على نسبة نمو 9% في النصف الأول وده الحقيقة بس أنا حابب أقول وطبعا إحنا ما بنحبش دايما نتكلم على المستقبل إنه بياد الله ولكن ده بيدينا الثقة إن إحنا إن شاء الله وبإذن الله الاقتصاد المصري مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام إن شاء الله إن نسبة النمو حتتجاوز الستة في المية